طيب النهاردة هنبدأ كده في آخر طبق بالنسبة لنا اللي هو البرشيا الديفرينشيا الاكويري الطبق دوت هيتخذ على سكشنين سكشن بتاع النهاردة والسكشن ان شاء الله بتاع يوم التلات الجاي طيب اول حاجة ايه هي البرشيا الديفرينشيا الاكويريشن وايه الفرق ما بينها وما بين الود اي او الورديناري ديفرينشيا الاكويريشن الورديناري ديفرينشيا الاكويريشن تمام كان عندي independent variable واحد بس تمام اللي هو كان الاكس وعندي dependent variable واحد بس اللي هو احنا كنا بنسميه الواي والاكويريشن كمان فيها الديفرينشيا الديفرينشيا الاكويريشن او الديبندنت اللي هو او الواي ويداش ويدابل داش ويتربل داش وهاكذا ماشي اما البرشيا الديفرينشيا الاكويريشن انا عندي كذا independent مش independent واحد بقى انا عندي many independent variables عندي مثلا اكس والواي بعملها كأنها independent variable والزد والتي وهكذا تمام وعندي dependent variable واحد بس بسميه هنا مين اليو وعندي البارشيا الديريفاتيبز اوف الديبندنت اللي هو اوف اليو يعني يو اكس يو اكس واي مثلا يو اكس زد وهكذا تمام انا عارفين طبعا ان البارشيا الديريفاتيبز لو انا عايز بارشيال يو بارشيال اكس ممكن تكتب برضو يو واكس صغيرة كده طيب بارشيال سكوير ديو بارشيال اكس بارشيال واي تمام يبقى يو اكس واي وهي نفسها يو واي اكس عشان الفانكشون احنا بنعملها كأنها كونتينيوز تمام يبقى انا عندي فرقيت ايه عن الاردينري فرقيت ان انا عندي اكتر من independent variable واحد بس تمام هنا كان عندي واحد independent variable بس اللي هو الاكس تمام طيب لو احنا مثلا جبنا الاكزامبلز دي عشان اواريكو بس شكل البارشيال ديفرينشيال اكويش ااا اكس سكويرد زائد يو ساين زد زائد ااا مثلا نيو اكس زد زائد يو اكس اكس هل الفانكشن دي بارشيال ديفرينشيال اكويشن انا عندي dependent واحد بس اللي هو اليو اليو دي فانكشن في مين هنشوف بقى ايه الفاريابلز التانية اللي اتذكرت في الاكويشن غير اليو الاكس موجودة والزد موجودة يبقى اليو فانكشن في اكس وزد بس تمام واللي اتذكره برضو هنا في تمام كده طيب نخش كده على شوية بروبيرتس يعني عن زي ايه الوردر بتاعها وهي لينيار ولا لأ او هوموجينيس ولا لأ او هكذا ده هيجي عليها سؤال في الامتحان فأول حاجة كده هنتكلم على الوردر وفي البرشيال ديفرينشيال ايكويشن الوردر كان اكبر دريباتيف تمام برضو هنا هو اكبر دريباتيف عندي هو زهايست دريباتيف بس هنا الدريباتيف مش توتال دريباتيف هو بارشيال دريباتيف يعني مثلا زي الاكزامبل ده يو اكس اكس زائد يو زائد اكس سكويرد زائد يو واي مسلا اقوال زيرو تمام الوردر هنا ايه اكبر بارشيال دريباتيف اكبر بارشيال دريباتيف هي اليو اكس اكس فأقول ان دي ساكند اوردر تمام طيب تاني حاجة الدجري و البارشيال دريباتيف الدجري نفس مفهوم الدجري برضو في الاودي ايه هو اكبر باور لاكبر دريباتيف تمام اكبر باور لاكبر تفاضل او دريباتيف تمام او بارشيال دريباتيف طيب يعني انا مسلا لو جبتلك حاجة زي كده قلتلك مسلا يو اكس اكس زائد يو زائد اكس سكوير زائد يو يبار خمسة زائد يو يو يبار اربعة اقوال زير تمام الاكويشن دي الوردر قد ايه اكبر بارشيال دريباتيف هو الاتنين يبقى ساكند اوردر طيب والدجري هنشوف اكبر باور بقى في الساكند اوردر دي تمام طيب هلاقي ان اكبر باور هي اربعية يبقى فورس دجري تمام طيب تالت حاجة حاجة اسمها number of the variables ايه هي number of the variables يعني اليو فانكشن في ايه ماشي انا قلتلك اليو فانكشن في اكتر من independent variable ايه هما بقى مثلا example ده اكس سكويرد زائد يو اكس زائد يو زد تي زائد واي سكويرد اقوال زيل بقول لك اليو هتبقى فانكشن فاي فانكشن اتذكر غير اليو في المسألة يعني اليو فانكشن في الاكس لانه هي بقت موجودة طيب اليو فانكشن في الزد برضو وفي التي وفي الواي ماشي فدول هما الvariables بتوي معنى كلمة variables اللي هنا اللي هي independent variables تمام ابقى عددهم هنا اربعة طيب دي بتفيدني في ايه بتفيدني ان السيليوشن اعرف هيطلع فانكشن في ايه في اكس وواي وزد و تي ماشي رابع حاجة اللينياريتي ماشي اللينياريتي في برضو ثلاث شروط زي الشروط بالزبط بتاعت اللينياريتي في الاو دي ايه عندي اول حاجة ان الباور بتاع الانديبندنت الانديبندنت هنا اه سوري الباور بتاع الديبندنت الديبندنت هنا مين اللي هو اليو اليو والpartial derivatives بتاعتها لازم يبقى بيسوه هناك في الاو دي ايه كنا بنقول الباور بتاع الديبندنت اللي هو الواي والدريبتفز بتاعتها لازم تسوه طيب هنا تاني حاجة ملاقيش فانكشن في اليو والpartial دريبتفز بتاعتها ملاقيش الفانكشن دي ملاقيش الشكل ده تمام تالت حاجة ملاقيش برضو يو في بارش الديبتف او بارش الديبتف في بارش الديبتف تاني ملاقيش الشكل ده ماشي لو اتحققت لالتلات شروط دول في المسألة يبقى المسألة دي لينير عادي تمام كده طيب احنا كده كده هنحل برضو مسائل عليه خامس حاجة هل الاكوشن دي هوموجينيس ولا لأ الاكوشن هتبقى هوموجينيس امتى لو لقيت ان كل ترم في الاكوشن ماشي مضروب في او في اي بارشيال من البرشيال دريباتيبز بتاعك تمام كل ترم في الاكوشن مضروب في او او اي بارشيال دريباتيب مهما كان شكل تمام لو لقيت انه كل ترم فعلا مضروب في اليو اليو اكس اليو اكس اكس اي بارشيال دريباتيب يبقى خلاص الاكوشن دي هوموجينيس ماشي علشان نطبق الكامة في هوم دولة هاديكم كده كامة اسألة نحلها خط كده المساعد بتاعتنا في تيب الحاجات دي مهمة والدكتور قال ني هي هتيجي في الامتحان دي يو تي يكوار يو اكس اكس بلاص اي بار نيجيتف تي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب بالاكوشنز دي بقى انا عايز اشوف الوردر بتاعها والدجري والنمبر وفي وهي لينيار ولا لا وهي هوموجينيس ولا لا تمام طيب اول حاجة احنا عايزين الوردر مثلا في الاكوشن دي الوردر عبارة عن ايه هو اكبر باور احنا لغبطنا الوردر هو اكبر تمام اللي هو طيب الديجري هي اكبر باور لا اكبر اللي هي واحد عدد الفاريابولز يعني في مين لقيت ان التي موجودة ولقيت ان ال اكس موجودة في اي فاريابول تاني مذكور لا تمام يبقى انا عندي النمبر وبالفاريابولز اتنين اللي هما ال اكس وال تي طيب الاكوشن دي لينيار ولا لأ يعني ايه الاكوشن لينيار يعني لازم يتحقق فيها الثلاث شروط بتوعنا ان اليو كل البرشيال ديريفتبز بتاعتها البر بتاعتهم بواحد تمام ما عنديش فنكشن في اليو او اي برشيال ديريفتب برضو تمام ما عنديش يو في برشيال ديريفتب او برشيال في برشيال تمام ادامة طلت شروط متحققين يبقى دي لينيار طيب الهوموجينياس بتقولك لكن لازم كل تيرم يبقى مضروب فيه او اي بارشيال دريفاتيب. التيرم ده فيه بارشيال دريفاتيب والتيرم ده فيه بارشيال دريفاتيب. التيرم ده فيه او اي بارشيال دريفاتيب لا. يبقى بسبب التيرم ده الاكويشن بقت نان هوموجينيس تمام? طيب المسألة التانية احنا عايزين الوردر هو اكبر بارشيال دريفاتيب. لقيت اكبر بارشيال دريفاتيب عندي هنا هو ايه? هو الواحد. الباور بتاعه واحد برضو اكبر باور بتاعه دجري واحد طيب عدد اليو انا عندي هذه الاكس اتذكرت وهذه عندي الواي اتذكرت تمام يبقى عدد الفاريابلز اتنين تمام طيب اللي هما الاكس والواي هي لينير ولا لا الباور بتاعت اليو ببارشال دريبة فعلا بواحد ما فيش فانكشن فيهم وما فيش يو في بارشال او بارشال في بارشال يبقى خلاص دي ليني طيب هوموجينيس ولا لا الترم ده مضروب في بارشال دريبة ماشي والترم ده مضروب في بارشال دريبة فتمام الزيرو الزيرو كأنها كانت مضروبة في او اي بارشال دريبة بس الزيرو هو اللي غلب فبالنسبة لها الاكوشن دي هوموجينيس عادي ماشي بعد كده عايزين الاردن هو اكبر بارشال دريبة تمام ماشي مكنه قول دي مسام بار خمس يبقى انا عندي اكبر بارشال اللي هو كام? اللي هي اربعة فرصة اردن. طيب. الديجري اكبر بول اكبر بارشية. اللي هي خمس. ماشي. بعد كده عدد بص هنا كده الاكس اتذكرت ودي الواي. وعندي هنا الاكس والواي. يبقى عندي برضو اتنين بس اللي هما الاكس والواي. يعني اليو او السليوشن اللي انا هجيبه فونكشن في اكس والواي. طب الاكوشن دي لنير ولا لأ. لا الاكوشن دي مش لنير. بسبب ان اليوم اكس واي واي اكس تمام? او في بارشية الدريبت في البار بتاعه مش بواحد. تمام? فهيبقى دلوقتي دي مش لنير. طب هموجينيس ولا لأ? الترم ده في بارشية الدريبت في الترم ده في بارشية الدريبت في الترم ده مفهوش بارشية الدريبت في الماشي? فعلشان كده الترم ده بسببه يعني بقى اتنون هموجينيس. المسألة دي الأوردر أنا عندي دلوقتي أكبر برشية الدريفاتيب هي كم هي اللي اتنين تمام طب والدجري بتاعها أو أكبر بقل ليها برضو اتنين طيب عدد الفاريابلز أنا عندي هنا اكس وعندي هنا اكس وهدي الواية تذكرت تمام يبقى عندي برضو اتنين تمام طيب عايزة شوف هي لينير ولا لأ أنا عندي أول حاجة مش مخليها لينير الباور بتاع اليو اكس اكس أنا عندي برشية الدريفاتيب الباور بتاعه أكبر من الواحد حاجة غير الواحد وعندي كمان فيه فونكشن في اليو اللي هي إي بار يو فدي مش لينير طيب هل الإكويشن دي هموجينيس هنا في برشية الدريفاتيب هنا في برشية الدريفاتيب هنا برضو ما فيش مشكلة هنا اللي في مشكلة هنا ما فيش ليو ولا أي برشية الدريفاتيب فعشان كده أنا هموجينيس ماشي طيب الوردر أكبر برشية الدريفاتيب أنا عندي واحد يبقى أنا عندي أكبر برشية الدريفاتيب هنا هو الاتنين تمام طيب أكبر باور بقى فيهم أنا لقيت إن البارز بتاعتهم كلهم بواحد تمام يبقى أنا عندي واحد طيب عدد الفاريابلز الاكس موجودة والواي موجودة والزد موجودة ممكن كمان أغير في المسألة وخليها كده الواي اليو دي في تي تمام يبقى الاكس والواي والزد والتي كمان بقت موجودة يبقى أنا عندي اربعة فاريابلز تمام طيب الاكويشان دي لينير ولا لأ أنا عندي ببص على اليو والبارشية الدريفاتيبز بتاعتها ملكش دعوة بالايكس ولا الواي ولا الزد ولاتي ملكش دعوة بأي فاريابل تاني جري اليو أول حاجة إن الباور بتاعت اليو والبارشية الدريفاتيبز لازم تبقى واحد تمام ما عنديش فونكشون في اليو أو في البارشية الدريفاتيبز تمام ما عنديش يو في بارشيال ديريباتيف او بارشيال في بارشيال فبرضو تمامي طب هوموجينيس يعني كل ترم مضروب في يو او اي بارشيال ديريباتيف ده تمام 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 وده تمام ده مش تمام ماشي؟ فخليها لي برضو نون هوموجينيس طيب الاكويشن دي الوردر او اكبر ديريباتيف والاتنين والباور بتاعه واحد عدد الفاليابلز هنا التي موجودة والإكس موجودة والواي موجودة يبقى ثلاثة فاريابلز تمام طيب اي فاريابلز غير اليو دي لينير ولا لأ اتحقق فيها ثلاث شروط لينير تمام اللي احنا قلناه طب دي هوموجينيس ولا لأ يعني كل ترم مضروب في يو او اي بارشيال ديريباتيف او طب والزيره لأ زيره مبيفيرش معاين لان كأنها كانت مضروبة في يو وهي بارشيال ديريباتيف بس الزيره ولا غلا فدي هوموجينيس عادي فكده ده أول نوع من الأسئلة ممكن نتسئل فيه في البارشيال ديفرينشيال إكويشن هو يجيب لنا شوية إكويشنز ويقول لنا قولي الأوردر والدجري ماشي وعدد الفاريابولز وهي لينير ولا لا وهي هوموجينيس ولا لا فاحنا بس نراجع كده الأوردر هو أكبر بارشيال دريباتيب فعندي في المسألة الدجري أكبر بور لأكبر بارشيال دريباتيب عدد الفاريابولز هي أي فاريابول موجودة غير اليوم ماشي اللي هي الاندبندنت فاريابولز أي فاريابول موجود في الإكويشن غير اليوم لينير ولا لا لأ لازم يتحقق فيها الثلاث شروط الثلاث شروط بالنسبة لمن؟ بالنسبة لليوم اليوم والبارشيال دريباتيب بتاعتها البار بتاعهم لازم يبقى واحد مفيش فونكشن في اليوم أو في البارشيال دريباتيب وما لقيش برضو يوم في بارشيال دريباتيب أو بارشيال في بارشيال الهوموجينيوس أننا لازم كل ترم يعني الإكويشن عشان تبقى اسمها هوموجينيوس كل ترم لازم يبقى مضروب يا فيو يا إلا ببارشية الدريفتب من ببارشية الدريفتب بتاعتها تمام طيب نخش على تاني نوع من المسائل بقى ماشي عندي دلوقتي هنا هنيجي نعمل يعني دي تاني نوع من المسائل عندي نعم فإنهم six قوت يعني الانيار مجملة دي تاني نعم أنا عايز أعمل classification للمسألة دي اللي هي linear ماشي يبقى تحقق فيها ثلاث شروط وsecond order يبقى أكبر partial derivative عندي هو السكن تمام partial differential equation شكلها العام كده A Uxx زائد B Uxy زائد C Uyy زائد D Ux زائد E Uy زائد F U بتساوي G ده شكلها الجنرال تمام طيب وفعلاً الإكوشن دي هتلاقيها linear وsecond order طبعا تمام partial differential equation والU هنا السليوشن بتاعي يبقى function في الX والY تمام لأن الX والY بس هما اللي موجودين تمام مين بقى الA والB والC والcoefficient دي كلها الA والB والC زائد ما احنا قلنا دول coefficient طيب الcoefficient ده ممكن يبقى constant ممكن وممكن يبقى function في الX بس أو function في الY بس أو تلاقي function في الX والY تمام الA والB والC وأي constant من هنا أو أي sorry coefficient من هنا يجي زي ما هو عاوز constant function بقى طب function في X بس ولا Y بس ولا function في الاتنين مع بعض مش فرقة معي تمام المسألة دي أو linear عموما second order partial differential equation لها classification تمام classification بتاعها إن احنا بنقول نوع الéquيشن دي تمام يا إلا parabolic يا إلا elliptic يا إلا hyperbolic تمام طيب هعرفها منين بقى الéquيشن linear second order بتاعتي parabolic ولا elliptic ولا hyperbolic اللي تشيك بتاعي B squared minus 4 A في C مين البي هي الكويفيشن بتاع UXY ده مهم ما قوي minus 4 الA هي كويفيشن بتاع UXX والC كويفيشن بتاع UYY تمام لو لقيت الvalue دي طلعت لي equal zero يبقى الéquيشن دي parabolic parabolic equation طيب لو الإكويفيشن دي طلعت لي أقل من الزيرو تمام يبقى دي elliptic لو الإكويفيشن دي طلعت لي أكبر من الزيرو يبقى الإكويفيشن دي التصنيف بتاعها hyperbolic تمام كده طيب نيجي بس نشوف examples بقى على الكلام ده يبقى كده أنا ممكن أسألك في الأردر والدجري وأي حاجة تاني نوع من المسائل في البارشيال هو النوعية دي أجيب لك مسألة لازم تبقى linear وسكن دو أردر بارشيال differential equation وأقول لك classify بقى المسألة دي هل هي parabolic type type hyperbolic ولا parabolic ولا elliptic of the following partial differential equation التصنيفات دي أنا بأكد إن الإكويفيشن لازم تبقى linear ولازم تبقى second order تمام طيب فأول حاجة كده عندي مسألة كده الإكويفيشن دي بتسأل نفسك سؤال هل هي linear لا الإكويفيشن دي مش linear تمام هي but مش linear فخلاص يبقى دي بالنسبة لي no classification ما ينفعش أعمل فيها أي حاجة تمام هي مش هتخضع أصلا للتصنيف ده التصنيفات دي بتخضع ليها الإكويفيشن زي linear وال second order يبقى no classification كيش طيب نجيب كده مسألة تانية نفس المسألة بالزبط بس هنخليها linear هل هل الإكويفيشن زي linear آه second order آه يبقى هتخضع للتصنيفات دي يبقى المفروض ان انا اعمل اللي تشك عبارة عن ايه b squared minus 4 ac طب فين ال b وفين ال a وفين c ال a هي ال cooficient بتاع u xx اللي هو واحد وال b ال cooficient بتاع u xy هي فين u xy هنا مش موجودة تمام يبقى كأن ال cooficient بزيرو وال c هي ال cooficient بتاع u yy اللي هي واحد ماشي فهلاقي هنا zero minus 4 one one يعني الداني negative four الرقم اللي تلع ده بيساوي ولا أكبر ولا أقل من zero لا ده أقل من zero يبقى ازا ال equation z elliptic تمام طيب بنشوف كده نسألة ثانية اتنين u xx نقص اربعة u xy زائد اتنين u yy plus 3 u zero تسأل نفسك المسألة دي linear second order عشان أصلا نعرف أصنف ها التصنيفات دي او تمام نروح نطلع على طول ال a هي ال cooficient بتاع u xx وال b ال cooficient بتاع u xy بإشارتها طبعا يبقى negative four وال c هي ال cooficient بتاع u y y اللي هي اتنين تمام طيب عندي دلوقتي اللي تشيك بتاعي b squared minus 4 ac يبقى negative four all squared minus four two two تمام عندي 16 minus 16 يعني equal zero لما اللي تشيك بتاعي او value دي تطلع ب zero يبقى equation دي parabolic equation انا ملاحظ ايه في المسائل دي ملاحظ ان ال a و ال b و c اللي هي ال cooficient كلها constant ماشي ما جات ليش لغاية دلوقتي function طيب لو انا قلت كده تمام بصوا equation دي دلوقتي equation دي linear second order او ماشي تمام انا كل تلات شروط بالنسبة لي اللي متحققين على ال u وال بتاعتها خلاص اتحققوا طيب هطلع ال a وال b وال c ال a هي ال cooficient بتاع ال u x وال b cooficient بتاع ال u x y تمام بس هنا في ملحوظة مهمة لما انا هنا عرفت لك ال a و ال b و c ماشي عرفت هم لك وال u x x وال u y y y في ترم واحد في ناحية واحدة تمام المسألة هنا مشكلتها ان ال u x x وال y y في ترم وال u x y في ترم تاني فالكلام y وال u y في ترم مع بعض والباقي انا كريك انا مش فريق معي تمام علشان نطلع ال b صح يبقى ال b بوست في خمسة مش بنجيت في خمسة لان لازم التلات ترمات دول يبقوا في ترم واحد بس طيب c اللي هي الكوفيشنت تال u y باربعة انا عندي b squared minus 4 c يبقى خمسة يعني خمسة وعشرين minus ستاشر تمام بتسه لقيت ان اللي تلعت لي اكبر من الزيرو يبقى ازا تمام طيب نبتدي بقى نصعب شوية انا كل اللي انا كنت بشرح فيه دوت ايه تطبيق مباشر على طول وال كلهم constant لو انا جيبت مثلا مسألة زي دي x u x زائد u y equal x y طيب المسألة دي اول حاجة هي linear و second order o تمام هنطلع الا الا هنا بكم b x وال b ال coefficient بتاع u x y اصلا u x y مش ظهر يبقى ال بتاع 0 والc coefficient بتاع u y اللي هي b ف انا عندي b squared minus 4 ac تمام طيب فانا عندي 0 minus 4 x طلع لي minus 4 x تمام طيب الvalue دي طلعت لي 0 ولا positive ولا negative بنعتمد على value بتاعة ال x والله انا لو لقيت ان ال x بتساوي 0 تمام هيبقى ال b squared minus 4 ac اللي هي negative 4 في 0 ب 0 يبقى ال b squared minus 4 ac طلعلي ب 0 تمام يبقى ال b squared minus 4 ac اللي هي بتساوي negative 4 x خلي بالك ال x كده كده بقى رقم بوست في مضروب في negative يعني اللي هيطلع رقم أقل من 0 يبقى 4 ac اللي هي بتساوي negative 4 x وال negative 4 رقم negative وال x كمان رقم negative 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 هيطيني بوست يعني رقم أكبر من 0 يعني ال equation هتبقى hyperbolic equation لما x تبقى أقل من 0 ايه ده هو ينفع ال equation ال واحدة تبقى ليها أكتر من تصنيف او بسبب ايه بسبب ان ال coefficient دي بقت function مش constant تمام طيب لما بلاقي كده أكتر من تصنيف يعني الدكتور عايزنا نرسم يعني ايه نرسم يعني نرسمها كده ال x y بلين عايز ترسمها في ال x y بلين براحتك عايز ترسمها على خط الأعداد بتاع ال x بس براحتك تمام هتقول ان عند x بزيرو دي برابوليك تمام طيب ولما ال x هتبقى بوسطف اهي تمام ال x بوسطف هنا يعني في البلين ده كله في الحتة دي كله صح هيبقى ال equation اسمها elliptic طيب ولما ال x هتبقى هنا يعني يعني في الحتة دي من البلين تمام هتبقى hyperbolic equation ماشي حصل كده ليه بسبب ان ال coefficient بقت function شوف كده example تاني x uxx z y uxy z uyy plus ux equal 0 طيب المسألة المسألة دي اول حاجة هي linear و second order o تمام طيب هنطلع ال a وال b c ال a هي x وال b هي y وال c بوا بقى ال check بتاعي b square minus 4 a c يبقى y square minus 4 x في واحد تمام طيب ال value هنا هتطلع boost ولا negative ولا zero والله على حسب ال value اصلا بتاعتي x وال y مش عارف تمام فهقول ايه هقول والله لو لقيت ان الترم كله اللي هي u square د ناقص 4 x equal 0 يبقى b square minus 4 ac كلها ب zero قدام ده ب zero يبقى ال equation هتبقى parabolic equation في الحتة دي طيب تاني كاس عندي لو لقيت ان u square minus 4 x كلها اكبر من 0 تمام يبقى هلاقي ان b square minus 4 ac اكبر من 0 يبقى ال equation هتبقى hyperbolic equation في الناحية دي تمام طيب ولو لقيت عندي هنا ان u square minus y square minus 4 x اقل من 0 تمام يبقى b square minus 4 ac اقل من 0 يعني equation في الناحية دي هتبقى elliptic equation تمام طيب انا عايز ارسم مش المفروض ترسم ايه في الاول ارسم اللي هو بيساوي 0 مش انا عندي y square minus 4 x equal 0 يعني y square equal 4 x تمام equation دي equation بتاع بارابولة البرابولة ده كان بيترسم ازاي اول حاجة السنتر بتاعه او الفيرتكس بتاعته يعني راسه تمام هتبقى عبارة عن 0 0 ماشي طيب باصس ناحية اليمين كده ولا باصس ناحية الشمال ولا باصس فوق ولا باصس تحت والله البرابولة بتاعي بيبص ناحية الجزء اللي مش متربى يعني هيبص ناحية الاكس تمام يبقى هيبص يمين هيبص شمال طب ايه اللي هيحدد لي يمين ولا شمال الاشارة اللي هنا الاشارة دي بصت فيبقى هيبص يمين تمام طيب فبقولك ان عند الكيرف اللي اسمه y squared minus 4 x تمام equal 0 يعني البرابولة نفسه الاكوشن بتاعتي برابولك عليها وبقول لما y squared minus 4 x تبقى اكبر من 0 هعرف منين هي اكبر من 0 لما انا رسمت البرابولة ده اتقسم لي يعني او قسم لي البلين لحتتين حتة جوه بق البرابولة تمام وحتة براه ماشي حتة براه كنه فين بقى البرابولك وفين الاليبتك هنعوض نعوض بنقطة نشوف مثلا النقطة دي اللي هي 1 و0 ماشي انا عندي لما y هتبقى 0 minus 4 في 1 طلعي النيجاتف 4 هل الرقم ده اكبر من 0 لا الرقم ده اقل من 0 بقى اللي جوه ده هو الاقل من 0 بقى اللي جوه اللي بره هي الهايبربولك تمام طيب نحن كده نشوف اخر المسألة في الجزئية دي x u x x minus y u x y plus x u y y plus u y equal 0 طيب الéquيشان دي linear و second order تمام وال u x x وال u x y وال u y y كلهم في term واحد فهو الحاجة هطلع ال a وال b وال c ماشي طيب هلاقي ان b squared minus 4 ac يبقى negative y squared minus 4 x x x squared يعني طلعلي y squared minus 4 x squared تمام طيب الvalue دي بقى بزيرو ولا أكبر من زيرو ولا أقل من زيرو والله هنعمل نفس الكلام كده هنقول ايه هنقول لما y squared minus 4 x squared تبقى بتساوي زيرو يبقى أكيد b squared minus 4 ac v ساوي زيرو يبقى دي barabolic equation الحتة z طيب 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 لما y squared minus 4 x squared تبقى أقل من الزيرو يبقى elliptic equation لما y squared minus 4 x squared تبقى أكبر من الزيرو تبقى عبارة عن ايه hyperbolic equation تمام طيب أنا المفروض أرسم الحجازي هترسم مين ارسم اللي بيساوي زيرو الاو يعني هقول y squared minus 4 x squared بيساوي زيرو يبقى y squared بيساوي 4 x squared لو أنا أخدت square root للطرفين يبقى y بيساوي plus or minus 2 x تمام يعني أنا عندي خطين خط y بيساوي 2 x والخط التاني y بيساوي negative 2 x تمام الخطين أهم ده y بيساوي 2 x وده y بيساوي negative 2 x تمام طيب على الخطين دول وهو أنا الرسمت اللي بيساوي زيرو يبقى على الخطين بارابوليك يبقى هنا روسا يعني في الحتة دي elliptic نفس الكلام هنا تمام تعالا كده نعود ألاقيها برضو elliptic يعني لو جيب برضو قلت negative 1 و 0 ماشي هيبقى 0 minus 4 لأن negative 1 تعمل لها square يبقى برضو elliptic يبقى أكيد الحتتين الباقيين هي الhyperbolic دي ودي وما دول الhyperbolic عايز تعود برضو عو تمام طيب يبقى تاني نوعية من المسائل إنه هيجيب لك مسألة لازم تبقى linear و second order ويقول classify المسألة دي هclassify إزاي equation دي هتبقى بارابوليك ولا elliptic ولا hyperbolic بناء على value اللي هي اسمها b squared minus 4 ac ماشي ال a هي coefficient بتاع u x x وال b coefficient بتاع u x y وال c coefficient بتاع u y y بشارة إنه كلهم يبقوا في ترموا اه تمام ناخد كده break 10 دقايق ونشوف آخر نوعية مسائل معنا النهار ده ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ثالث نوع من المسائل اللي أنا ممكن أسألك فيه إن أنا أقول لك إيه نسبة كده لثالث نوع إن أنا أقول لك Find General Solution أو PDI Equation تمام أو Partial Differential Equation طيب إحنا هناخد دلوقتي ثلاثة special case تمام كل اللي هناخده النهاردة علشان أعرف هجيب General Solution هاخد special cases طيب إيه هو أصلا General Solution بتاعي إن أنت تجيب ديو كفانكشن في X و Y أنا هديك مسألة فيها اتنين variables بس تمام طيب تجيب لي في الآخر ديو كفانكشن في X و Y وما شوفش خالص أي برشي كده أنت جيبت General Solution أول نوعية من المسائل معي إن المسألة دي هتتحل إزاي؟ هتتحل بال Direct integration طيب نشوف كده example عليها لو أنا جيت مثلا قلت المسألة دي UX equal X plus Y تمام وبقول لك عايزة General Solution هتشوف المسألة دي فيها partial derivative 1 بس فيها term 1 معمله partial derivative أو ما ليش دعوة UX ولا UXY ولا UXYZ وهكذا مش فرقة معي خالص المهم إنه هما كل ده في term 1 بس ما عنديش أكتر من term يعني ما عنديش UX زائد UY ومش عارف إيه أنا عندي كده termين معملهم partial derivative دول مش هعرف حلو دي مش هعرف حلها دي تمام تمام بيساوي X بلاس الY هل U ظهرت عندك في المسألة لأ يبقى احنا كده المسألة بتاعتنا هتتحل بالdirect integration طب ازاي أنا عندي UX دي معناها إن U تعمل لها partial derivative بالنسبة X طب انت عايز تشيل derivative ده فهناعمل العملية العكسية لإنتجريشن للطرفين بس بالنسبة المين بالنسبة X صح فدي كأنها رحت مع U عمل integration للX بالنسبة X ده على الاتنين بلاس يعمل integration للY بالنسبة X يبقى X وY بعد integration مفروض كنت بحط هنا طيب أنا هنا عملت integration لبارش فاحنا هنا مش بنحط هنا بنحط بعد ما بخلص تمام هحطها arbitrary function طيب function في مين انت عملت integration بالنسبة X يبقى arbitrary function بالنسبة Y تمام تاني انت عملت integration بالنسبة مين يبقى function أو arbitrary function بالنسبة variable غير variable ده تمام فأنا كده جبت ده solution solution U function في X و Y بتساوي الكلام ده كل تمام طب ايه هي function دي أنا مش مهتم عرف هكتب هالي كده وخلاص هو ده بالنسبة لنا solution طيب لو جيت مثلا وانا المسألة دي U X Y equal X plus Y تمام طيب المسألة دي أنا لقيت termo 1 معمول partial derivative تمام وما لقيت شي U يبقى المسألة دي هتتحل بالdirect integration طيب هتعمل ايه بقى هعمل integration من برا الجوة يعني هعمل integration في الاول بالنسبة ال Y بالطرفين طبعا تمام فأنا عندي دلوقتي هنا كأن ال Y دي راحت مع ال Y تمام ببقى لي U X equal X Y plus Y squared over 2 plus arbitrary function تمام هسميها H أنا عملت integration بالنسبة ال Y بقى H of X طيب أنا كده ما جبتش الحل لأنا المفروض كمان أخلص من U X دي هعمل ايه هنعمل integration تاني بس بالنسبة X أنا عندي دلوقتي أصلي دي كأنها partial U partial X فالpartial X دي راحت مع partial X دي فبقى U equal X squared Y على الاثنين زائد Y squared X على الاثنين زائد الintegration بتاع H of X انتعارف H of X لا اكتبها لي كده سبها لي كده تمام أو في ناس تانية ممكن تقول والله أنا هلت ان integration H of X DX هسمنيها مثلا ب H capital of X سمها حاجة تانية وهيكتبها ما عنديش مشكلة يتسبها كده هيتكتبها ب symbol تاني براحت بس في الاول وفي الاخر ده solution بالنسبان خلاص انا كده رضيت ان ده solution لان حل differential equation أو partial يعني بيبقى صعب قوي يعني ال direct integration تاني نوع من المسائل ان المسألة يبقى فيها اكتر من term معمول partial derivative تمام طيب انا عندي هنا mini partial derivatives بس فيه شرط انه كلهم with respect to one variable وممكن الاقي كمان may contain اليو يعني لقيت اليو تمام ما لقيتش اليو برضو تمام طيب المسألة دي هتتحل ازاي ان انا هحاول المسألة by converting partial differential equation ل ODE ايه ماشي نشوف كده المسائل بقولك المسألة فيها اكتر من term معموله partial derivative تمام بس كل الترمات معمول لها partial derivative بالنسبة بالنفس يعني مثلا UY زائد UY تمام زائد U equal zero المسألة دي هتتحل بالطريقة دي تمام كل partial derivatives معمول لهم partial derivative بالنسبة ال Y بس فيش حاجة تانية تمام مثلا UX زائد UXX equal zero دي برضو تتحل ان انا حاول المسألة ال UDI ماشي طيب تشوف example فعلا ونحله لو انا عندي UY minus four U equal zero طيب المسألة دي بتcontinue يبقى خلاص احنا كده مش نعرف نحل بالdirect integration وعندي term 1 معموله partial derivative بس كل partial derivatives بالنسبة لمن لنفس الvariable Y Y فانا هحاول المسألة دي المين لل UDI طيب انا عندي هنا انا متوقع ان U solution فانكشن في مين في الواي ماشي بس في حاجة غلط ما هي لو الU فانكشن في الواي بس يبقى ما كانش هيظهر partial derivative صح يبقى اكيد الU فانكشن في X و Y طب فين الX يا 6 مش ظهرة ايو هي مش ظهرة عادي بس انا عارف ان الU دي هو X دليل دليل ان ادام ظهر Y و T اي حاجة تمام هنمشيها X و Y طيب فدلوقتي المسألة دي هتتحل ان انا هحاول المسألة لل U D فالتحويلة بقى هتمشي ازاي هقول لت ان الU اللي هي فانكشن في X و Y بتساوي مثلا اي variable تمام variable كده اسمه Z مثلا ابعت خلصا X و Y تمام طيب والZ دي فانكشن في مين سيبها دلوقتي طيب يبقى انا عندي هنا U Y يبقى انا عايز احول ها Z دابل داش تمام طيب انت هنا عملت derivative بالنسبة ال Y صح و انا هنا قلت ان Z دابل داش يبقى معناها ان Z دي كأنها فانكشن في Y شوف U معمول لها برش بالنسبة مين يبقى الفاريابل الجديد ده فانكشن في تمام طيب بعدين حسب استيتيوت بقى الكلام ده في الاكويشن دي حسب استيتيوت يبقى Z دابل داش مين سفور Z equal zero المسألة دي مش هي homogenous linear differential equation with constant coefficient أو كان السليوشن بتاعها بيجاب ازاي اللي هي Z general solution بيساوي Z CF هنجيب الاكزلاري equation اللي هي M سكوير مين سفور equal zero يعني M1 ب2 والM2 بنigative 2 ماشي يبقى Z اللي هي function في الواي بتساوي C1 E power 2Y دي فايدة الواي تمام زائد C2 E power negative 2Y ماشي طيب انا كده جبت الحل في الODE عايز ارجعها تاني للBDE شيل بقى كل Z وف وي ورجعها U of X وY equal C1 E power ما هي الواي كانت مكان الواي هنا عادي 2Y زائد C2 E power negative 2Y مشانا قلت ان دي U function في X وY انا لازم هنا اظهر الX الX هتظهر فين مقدرش اتحكم في حاجة الا الكونستانت ده بدلا ما هو كونستانت هاخليه function في الX علشان لازم تظهر ان هي function في شوية Excel وشوية وي تمام ده بالنسبة لي طيب نجي نشوف مثلا المسألة دي U of X و Y زائد U X equal Z تمام طيب المسألة دي اول كيس كانت بتقول لي ايه ان انا عندي 1 بس انا عندي هنا فكده مش عارف احل تمام طيب تاني حاجة بيقول لي ان يبقى عندي فعلا اكتر من term partial derivative بس كلهم معمول بالنسبة لنفس الvarianable يالل X بس يالل Y بس و U ظهرت او ما ظهرت ما عنديش مشكلة المشكلة هنا ان انا عندي U X Y يعني معمول لها partial derivative بالنسبة بالنسبة مرة وبالنسبة Y مرة فيه كيس ثالثة نلسه هشرح برضو المسألة دي مش خض عليها تمام فهعمل ايه بقى عشان حل المسألة دي هتحيل كنا على المسألة مش انا عندي معنى كلمة U X Y ان هي partial U X partial Y زائد U X equal 0 ايه رأيك لو خدنا U X دي وسميناها variable تاني يعني هقول let ان V كفانكشن في X Y بتساوي U X تمام يعني بعد ما هعوض هيبقى partial V partial Y زائد V equal 0 يبقى V Y plus V equal 0 ايه ده دي بقت كيس اتنين ان انا عندي حك اكتر من partial derivative عادي بس كلهم نفس الvariable وال V ظهرت او U ظهرت او dependent نفس ظهرت تمام يبقى المسألة دي هتتحل بconverting و U D ايه ماشي هنا هلت ان V بتساوي Z ك function في Y لان اتعمل لها هنا derivative بالنسبة Y يبقى V Y اللي هي Z داش تمام انا عندي كده Z داش زائد Z equal Z Z عبارة عن DZ على DY اللي هي Z equal negative Z دي دي separable equation هجيب جنب DZ الفunction في Z وهجيب جنب DY الفunction في Y وه integrate both sides هيبقى عندي RENZ equal negative Y plus constant تمام طيب انا عايزة Z دي بس يبقى هاخد exponential للطرفين E bar negative Y plus constant دي بتساوي E bar negative Y في E bar constant E bar constant دي ممكن اشيلها وحطها بconstant يبقى Z كfunction في Y هي constant في E bar negative Y ده حل ال ODE عايزة رجعه لل BDE شيل بقى كل Z Y وحط V X Y اصل بساوي C E bar negative Y وال C دي بدل ما هي constant انا لازم اظهر X فلازم اخليها C و X طيب المسألة بتاعتي كانت يبقى نرجعها لاصله تمام والله الفي دي اصلها UX يبقى UX بيساوي C O X E bar negative Y انا عندي مسألة فيها برشة derivative واحد بس ما فيهاش اي يوهات المسألة دي عشان اجيب التحل بال direct integration انا جايب لك المسألة دي رخمة شويتين يعني هي رخمة او تمام انا كيرا جمعتلك فيها اكتر من حاجة اهعمل integration بالنسبة X من الطرفين عندي دي هتبقى يوكا function of X of Y E power negative Y دي هتخرب لان هي constant بالنسبة X بقى اللي integration بتاع T of X DX X ماشي خلصت integration المفروض ان انا عمل ايه احط arbitrary function عملت integration بالنسبة X يبقى arbitrary function بالنسبة ال one يكن واحد يسميلي دي يسميها اي نوع function تاني بس الاساس بتاع ان integration تنسب هالي كده كده هو ده solution امام طي تالت نوع من المسائل وتالت نوع ده الدكتور ركز عليه في المحاضر اللي هو equation homogenous homogenous يعني كل term في او اي partial derivative del u linear يعني متحق فيها الثلاث شروط with constant coefficient bde with alternatives of the same order equation بتبقى homogenous linear with constant coefficient وكل الترمات لها نفس الorder تمام طي هعمل ايه السليوشن هنا انا بفرد شكل السليوشن بقول بأسيوم السليوشن اسيوم ان general solution لديو لي function في x y بتساوي function كده في x زائد ky y هدف هدف هدفي كله ان انا جيب k ماشي انا فردت شكل السليوشن ان u هتبقى function في x زائد ky هدف بكله انك تجيب k ده بكام ده راكم انا عايز واشوف بكام تمام طيب معنى كلمة ان انا فردت السليوشن function في x زائد ky يعني انا كده قلت ان السليوشن هو u هتبقى مثلا sign x زائد ky z e power x زائد ky زائد مثلا lin x زائد ky تمام طيب كل sign والx exponential والin هي كلمة function في package دي كل variables جاي لي package على بعضها اللي هي x x x ky x زائد ky انا عندي عشان حل الصعب جدا تمام وطويل ورخم فانا رضيت ان انا اقول ان u بتساوي function في x زائد 2 y مثلا دس اليوشن وردت بي تمام طيب تيجي مسلا مسألة زي كده قول u x زائد u y equal 0 تمام دي كده مسألة اهي المسألة دي اول حاجة مش تنفع direct integration تاني حاجة مش تنفع كس 2 اللي انا هحول ها ال u معمول لها برش ال x و مرة بال y تمام هي هتنفع الكس رقم 3 ان هي homogenia solenior وكمان كل الترمات لها نفس order و order 1 هتعمل ايه هتقول let institution بيساوي function في x زائد k و تمام طيب يبقى ال u x بتساوي ايه وال u y بتساوي ايه انا لازم اعوض بيهم في المسألة دي على جنب كده لو انا قلتلك ان انا فرد in u sin x plus k y تمام طيب ال u x هتساوي ايه الدريفتف بتاع sin cos x plus k y في الدريفتف بتاع الانجل اللي هو واحد صح الكوزين دي بالنسبة لسين لو سميت df يبقى df بتاعتها صح يبقى دي f dash لل x زائد ky الكوزين بتاع x بواحد ماشي طب لو انا عايز u y برضو الدريفتف بتاع sin cos x plus ky في الدريفتف بتاع الانجل بالنسبة y ادي k الكوزين بالنسبة sin f dash احنا هنا بنقول f dash of x plus ky وال k دي اكتبها هنا اللي هي الكوزين الدريفتف بتاع اللي جو تمام هروح بقى اشيل u x وحط اللي انا جبته ده u y وحط اللي انا جبته ادي عندي z f dash زائد k f dash عايز تكتب of x z k y براحت هناخد f dash كوماند فاكتو هيبقى واحد زائد k يساوي zero عندي حاجتين مضربين في بعض بزيرو يا الاولى بزيرو يا التانية بزيرو تمام طيب ال f dash نية تساوي zero ده refused بالنسبة لي او بالنسبة لي يعني trivial solution ما تهتمش به خالص سيبك منه تمام انا اهم حاجة عندي ان k كده تلعب ب negative واحد هو ده المهم يبقى انا عندي كده general solution بتاعي layer u بتساوي f of x زائد k y الكب كان بريجة الواحد يبقى f of x ناقص y ده معناها ان function d sine cosine exponential lin هي بربولك تيجي زي ما تيجي بس كل اللي بواهم لازم يبقى فاكت جي كده اسمها x ناقص y تمام نشوف مسألة تانية يو x ناقص اربعة يو x y زائد تلاتة y y y equal zero المسألة دي مش هتنفع حلها label integration تمام او ان انا حولها الode فهي كس رقم تلاتة طيب انا عندي هنا دلوقتي اللي هو اليوم وفي x و هي function في x زائد ky تمام طيب يبقى الuxx في نفس الفكرة اللي قلناها فوق ماشي هتبقى f double dash بقى للx زائد ky عشان كإني ضربت هنا في الواحد مرتين طيب الuxy f double dash x زائد ky وبتضرب هنا مرة في الcoefficient بتاع الux اللي هو واحد ومرة في الcoefficient بتاع الux اللي هو k k d هي واحد في k اصلا طيب y y هي f double dash وبإكس زائد ky وهضرب بره الكي مرة تانية بقى k square تمام طيب عوض بيهم في المسألة بقى انا عندي f double dash نقص اربعة k f double dash زائد تلاتة k square d f double dash equal zero خد خد f double dash common factor بواحد نقص اربعة k زائد تلاتة k square d equal zero ماشي سيبك ان ال f double dash بتساوي zero هلاقي يعني عندي تلاتة k square بنقص اربعة k زائد واحد بيساوي zero يعني k هتطلع مرة بواحد وك لما حل الéquوشن دي بتلت طيب يعني انا عندي دلوقتي هنا u general solution بتساوي f of x زائد k لما تبقى بواحد بقى زائد y زائد k لما هتبقى بطلت بغير بس اسم الفونكشن دي تمام خليها مثلا g of x زائد طلت و هو ده solution u هتبقى شوية functions اللي جواهم x زائد y زائد شوية functions تانيين اللي جواهم x زائد طلت و تمام طيب نجي الاخر لو انا قلت u t t ناقص c squared u x equal 0 طيب المسألة دي هتتحل ازاي برضو كيس رقم 3 ماشي هلت ان solution بتاعي f of x زائد k t فيش هنا وايبا يبقى u t t k squared f double dash تمام و u x تبقى f double dash على طول هعوض بيهم في المسألة تمام تبقى k squared f double dash ناقص c squared f double dash equal z يعني f double dash لو اخدتها common factor يديني الشكل ده تمام طيب انا عندي كده ان k هتبقى plus or minus c ماشي يبقى general solution عبارة عن ايه f o x زائد c t زائد g مثلا تمام او h او اي حاجة خليها g ماشي و x not c t تغير بس اسم الفنكشن لما الكيب تغير تمام كده المرة الجاية بقى هناخد ايه يعني اخر حاجة طريط حل طويلة شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة